اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج اللي قدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي مثل ما تعاونتوا دائما أول شيء رحب بالطاقة الموجود معي معي اليوم بالأخراج المخرج عيسى سبيل صباح الوردي عيسى عيسى بعد قاعد يساعدني في حل معضلة الكميوتر معي وفي التنسيق معي اليوم ميرا لغفلي صباحة وردي أم خليفة وهذه محدثتكم دكتوران هدل ملة بكون معاكم اليوم على مدى تقريبا ساعة على الهواء أقل شوية نطرح فيها أهم القضايا الطبية المعلومات الطبية الدراسات الحديثة عني ضيوف جميلين بيكلون معاي سواء في الاستوديو أو عن طريق الهاتف بيشاركونا كل ما هو جديد من خدمات هيئة الصحة كل ما هو جديد في عالم الطب تعالم التغذية وغيرها نذكركم أو شي برقام التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006 مثل ما زبيلي محمود دائما كان يقول أن برنامج البث المباشر خلص الآن وقت برنامج صحة وسعادة فاليبوين تواصلوا من برنامج البث لا ترشون نسائلكم مع لكم أمر عشان مثل ما يقولون يعني ما تضيع وسط الرسائل رح توصل لبرنامج صحة وسعادة وعشان تعفون وقت برنامج بث المباشر ثلاث ساعات ترشون هناك المنسقين يستلمون الرسائل وإحنا بعد نحرص أي رسالة توصل خلال صحة وسعادة يتم تحويلها لكن تعفون عشان يعني نعطي البرنامج حقه فتواصلوا معنا إذا عندكم أي ملاحظة أي اقتراح أي شكر أي فكرة لتحسين أي خدمة أي شكوى كلها في النهاية هذا برنامجكم فإحنا فاتحي لكم الأبواب عشان تتواصلون معنا ببتدي اليوم بالدراسة بتلاحظون في الفترة الفاتت والفترة الياية إن شاء الله كل دراساتنا تركز على تعزيز نمط الحياة تعزيز نمط النوم تعزيز الرياضة تعزيز الأكل أنا ما حب أقول كلمات صحي الناس تعرفين أنا ما حب أقول أكل صحي لأن كل الأكل زين كل أنواع الأكل نعمة من الله واحد لازم يتمتع فيه لكن نقول أكل المتوازن لأنه لو قلنا أكل صحي معناه أنا أحط مثل علامة على بعض من الأكل إن هذا صحي وأي شي غير هذا غير صحي حتى لما نسير للسوبرماركت أو الجمعيات ما أحب لما ألاقي رف محطوط عليه هذا رف الأكل الصحي شو معنى الأشياء الباجية في الجمعية أو في السوبرماركت غير صحي خلي نقول للناس الأكل مثلا قليل السعارات مثلا ما يكتبون عليه قليل السعارات السعارات الحرارية غني الألياف أو أي أن كان مسمى لكن مصطلح أكل صحي معناه أن كل شيء يناكل الثاني غير صحي وهذا طبعا شيء إحنا ما نحبه الإنسان لازم يأكل كل أنواع الأكل ولكن بتوازن اليوم دراستنا تركز على الرياضة كنمط حياة والهدف أن الرياضة ممكن أن تمنع الزهايمر بشكل نهائي انتهت دراسة طبية حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى تحفيز هرمون في الجسم يؤدي إلى نمو أكبر في خلايا الدماغ وهو ما يمكن أن يمنع مرض الزهايمر بشكل جزئي أو كامل بحسب تقرير نشرته جريدة ديلي تليغرافي بريطانية اطلعت عليه العربية نت فقد أظهرت سلسلة جديدة من الدراسات أن الهرمون الذي تم إفرازه في الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية يحمل اسم أرسين ينخفض في أدمرغة الأشخاص المصابين بالزهايمر أما إفرازه الإضافي عند ممارسة الرياضة فقط استطاع أن يحمي من فقدان الذاكرة وتلف الدماغ لدى الحيوانات وأجرت التجارب على الفئران حيث وجد العلماء أن ضعف الذاكرة نمي تطور لدى الفئران التي قامت بالسباحة كل يوم تقريبا لمدة خمسة أسابيع وذلك على الرغم من حقنها أي فئران تجربة بالبروتين الذي يؤدي إلى انسداد خلايا الدماغ المرتبطة بالزهايمر يعني الفئران اللي كان تمارس السباحة كل يوم لمدة خمسة أسابيع كانوا يحقنونها بالبروتين اللي يسوي الزهايمر بالبروتين المرتبط بالزهايمر لكن بسبب أنها تمارس السباحة كل يوم لمدة خمسة أسابيع لم تصب بالزهايمر ولم تصب بضعف الذاكرة لم يقصر الأمر على أن الرياضة تحمي بالفعل من الخرف بل يمكن أن تكون الحل لمنع المرض بشكل كامل بحسب التقرير الدكتورة أوتافيو أرانسيو أستاذ علم الأمراض وبيولوجيا الخلايا بجامعة كولومبيا يقول أنا أشجع الجميع على ممارسة الرياضة لتعزيز وضائف الدماغ وصحة الجسم بشكل عام لكنه أشار إلا أن ممارسة الرياضة قد يكون أمرا صعبا أو غير ممكن لكبار السن الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل أو الخرف وهو ما يجعل هناك حاجة خاصة لأدوية تدعم إفراز هرمون الإرسين هرمون الإرسين هو الهرمون الذي يفرس في الجسم لما نمارس الرياضة وهذا ممكن يؤدي إلى تجنيبهم الإصابة بمرض على الرغم من عقود من الأبحاث والمحاولات لم يتم العثور على أي عقار لمنع هذا المرض حتى الآن وقد انسحبت العديد من شركات الأدوية الكبرى من الاختبار كليا في هذا المجال وظهرت الأبحاث الحديثة أن هرمون الإرسين يشجع لموخ لايد مخ في منطقة بالدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم فيما يبحث العلماء حاليا على المركبات الدوائية يمكن أن تزيد هرمون الدماغ أو يمكن أن تحاكي عملها فلاحظوا إلى الآن فعلا لا يوجد علاج للزهايمر لا يوجد دواء يمنع الإصابة أو يقلل الإصابة بالزهايمر لكن من خلال كل الدراسات التي طرحناها عليكم صحة وسعادة بتلاحظون أن الإصابة بالخرف أو الزهايمر مرتبط ارتباط أساسي بنمط الحياة اليومي مرتبط بالنوم في دراسة ذكرناها قبل مدة عن ارتباط النوم قلة النوم بزيادة نسمة الإصابة بالزهايمر والخرف أن الناس التي تنام أقل كانت أكثر عرضة أن تصاب بالخرف لما تكبر لأن نمط حياتنا يا جماعة هو المسؤول عن التحكم في تجديد خلايانها خلايانها تتجدد خلايانها تنمو فلما يكون عندنا نمط حياة متوازن يحرص على أكل متوازن نوم بساعات كافية وممارسة الرياضة فأن هذا نمط الحياة عبارة عن استثمار في حياتنا أنا دايما أقول خلوا التغيير اللي بتسوونه في حياتكم عبارة عن استثمار تعرفون نفس نحن نفس ما نصير نفتح حساب توفير في البنك ونخلي بيزاتنا وما نحط عليه بطاقة وما نحط عليه ما قدر نسحب منه أو نسير نشتري أسهم أو نسير نشتري سكوك أو غيرها ها عبارة عن استثمار يقولك عشان لما العيال يكبرون يكون في بيزات الجامعة لما نشتري بيتي ديد أنت للأسف الناس تفكر في كل هالأشياء المادية لكن ما نفكر في صحتنا ما نستثمر في صحتنا مع أن الاستثمار في الصحة أبسط شيء أبسط من البسيط وما يكلف أنا ما بحد يقول هالكلامي دائما نسمع بعض المتعاملين لميون العيادة أنا ما عندي بيزات أشترك بالجب أنا ما عندي بيزات أشتري أكل عضوي أو أكل قليل السعرات الحرارية أو أكل مخصص للرجيم إحنا ما نقول هذا الكلام إحنا نقول أكلك الطبيعي اللي تاكله كل يوم خلّه متوازن بمعنى تحص على ثلاث وجبات مع وجبتين خفيفات خلال اليوم خفف عشاك مارس الرياضة مارس المشي شوفوا الدراسة على فئران مارسة السباحة طبعا ما نقدر يقول أن الفئران مارسوا المشي ممكن يشردون طبعا السباحة أهون فممكن حمارس السباحة ما في عندنا لمثال النساء تقولك ما في مسبح مارم السباح في البحر امشوا الآن في كل الفريج فيه ممشى يعني ما توقع فيه فريج في الدبي وتوقع في الإمارات ما فيها ممشى روحوا اتمشوا بتشوفون أدري أول مرة ممكن يكون صعب واحدة تقول كيف أصير أتمشى والناس بتشوفني لو روحتوا بتشوفون الكبير والصغير والعيوز كلهم يتمشون لأنه صار فيه ثقافة لما الحكومة تبنيني ممشى في الفريج يعني تقولي اتفضل هذا مكان مجاني يتمارس فيه رياضة المشي هي الرياضة الأرخص في العالم معروف رياضة المشي تكلف صفر درهم ما عدا تكرمون جوتي رياضة طبعا لازم تلبسونا من نوع مارسة رياضة المشي حفي أو تكرمون بنعال البيت أو ما تتوقعون نموك يكون نعال مريح مثل ما يقولون لازم جوتي رياضي يكون مناسب لكم ومناسب للمشي ترى جوتي المشي يفرق عن جوتي الجري فقط هذا الاستثمار الوحيد اللي بتستمون تشترون تكرمون جوتي وبعد هذا رياضة مجانية مدى الحياة فخالنا كلنا نستثمر في صحتنا الموضوع مو صعب هو قرار أنا أخذه لأن أستثمر في صحتي عشان دائما أقول حق نفسي أنا ما بقى أوصل ستين وسبعين سنة وأنا مثل يقولون بالعامين نقول مكحكحة يعني ما فيني أشل نفسي أبا أحد يشلني أبا أحد يقاعدني نبقى نوصل لأعمار كبيرة ونشوف إيانا يكبرون بأن نحن بصحة بصحة قدر الإمكان وهذا هو الهدف هذا هو هدف هيئة الصحة أن نحن نصل بالمجتمع لأن يكون الشمع صحي وسعيد معناه حتى لما يكبر المجتمع هذا إلى الحين الصغار يكبرون يصلون لستين وسبعين سنة يكونون بصحة هذا هو الاستثمار الحقيقي ترى في الحياة فخلونا كنا اليوم نفكر كيف ممكن نستثمر في صحاتنا أنا بطلع فاصل عشان أستثمر في فقرة برنامج صحة وسعادة ما بعد الفاصل فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم برقامة تواصل على 600-55-1414 حاليا عني مشكلة في الرسائل النصية فتواصلوا معي عن طريق الهاتف الحين ننتقل لفقرتنا التالية بنتكلم عن حملة كنز الحياة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث هذا مركز الرائع الموجود في مستشفى لطيفة وليقدم خدماته في حفظ دم الحبل السري بيكون معانا عن طريق الهاتف الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث أكلينيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث باحث شوار دكتورة فاطمة أحن نور هلا فيك دكتورة حياتي الله في برنامج صحة وسعادة مرحبا دكتورة فاطمة لو تعطينا فكرة عامة عن هالحملة حملة كنز الحياة والأماكن اللي بتستهدفها الحملة هي نعم طبعا مبادرة كنز الحياة طبعا هي أول مبادرة تطلع على مستوى هيئة الصحة في دبي في مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث هو المركز الوحيد الحكومي المرخص في هيئة الصحة في دبي وطبعا نحن ممكن الأم أن نتخزن دم الحبل السري لعائلتها مقابل مبلغ 9000 درهم أو ممكن أن الأم تتبرع بدم الحبل السري طبعا لمساعدة الآخرين والتبرع طبعا مجاني ما في أي دفع ما تدفع أي شيء للتبرع بدم الحبل السري طبعا التخزين يكون لمدة 30 سنة فنحن شفنا يعني من سنة 2012 بدنا نوعي المجتمع عن أهمية دم الحبل السري بزياراتنا للعيادات والمستشفيات لاحظنا أن كلما كان المجتمع مثقف عن ما هي دم الحبل السري وأهميته كلما تفنى أقبال أكبر على تخزين دم الحبل السري والتبرع فيه فقررنا أن هذه سنة نطلق حملة على طبعا مدار السنة ونغطي فيها طبعا غير المستشفيات والعيادات نغطي فيها الجهات الحكومية واللي ممكن فيها نشوف طبعا أمهات المستقبل أو آباء المستقبل اللي هما يعني يحتاجون بعد يعرفون شو أهمية دم الحبل السري المجتمع بأكملة أنا أشوف أنه ضروري أنه يعرف أهمية دم الحبل السري والتخزينة فطبعا الهدف الرئيسي هو تفقيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص أو من المجتمع عساس أن شو يقدرون يخزون دم الحبل السري والإفادة منه في العلاج إذا احتاجوا فيها في المستقبل فأول جهة عندنا إن شاء الله اللي هو باتر يوم الخميس بلدية دبي من الساعة بساعة صباحا لساعة وحدة الظهر وبنكون متواجدين كورشة تعريفية في بلدية دبي وطبعا بنفقف الموجودين عن أهمية دم الحبل السري طريقة التسجيل وشو الفرق بين التبرع العام والتخزين الخاص وشو الأحتياجات التي تساؤلات الأم تسأل مثلا متى أن يسجل متى أنت بوقت أنها تسجل الأم ومتى ممكن هي تتبرع بدم الحبل السري ومتى ممكن تتخزن دم الحبل السري يعني واجهين يسألون مثل هاي الأسئلة نعم فهو في فرق بين التبرع وبين التخزين نعم طبعا التبرع بدم الحبل السري أنت تهيبين العينة للغير يعني إنما يكون العين مش للعائلة نتساعدين في هالحالات اللي ما قادر تحصل طبعا عينة يكونون مثلا الأم ما تقدر تحمل أو الصعوبة في الحمل فهي تدور العينة عسب تعالج الحالات اللي عندها ونحيث التخزين الخاص لا يكون تكون الأم أو العائلة عندها حالات أو مثلا ممكن في المستقبل يخافون أن تطيلهم لأمراض اللي هو السلطانات يخزون دم الحبل السري للإحتياط أنه يمكن يستخدمونها في العلاج مستقبله طبعا التكلفة جدا يعني 9000 درهم لمدة 30 سنة يعني المبلغ يدفع دفع واحدة وهاي اللي هو يتم تخزينها في مركز الحبل السري لمدة 30 سنة ممتاز. الآن إذا واحدة من النساء التي تسمعنا حابة تعرف كيف تتبرع بدم الحبل السري ما تخزنا تتبرع فيه فكيف يتم التبرع طبعا تبرع بدم الحبل السري أنه طبعا لازم تكون هي المواصفات والمعايير العالمية مواظبة للأم يعني تكون مثلا ما عندها أي أمراض مثلا أنه ممكن يمنعها من التبرع نعم أو ما تكون حامل لأي مرض من الأمراض اللينية يعني عندهم ما تكون حامل تلسيمية أو الأليمية المنجلية ممكن تتبرع بدم الحبل السري طبعا المعايير التبرع يعني شوية أعلى من معايير التخزين الخاص في مركز دبيجة من الحبل السري طبعا من تعرف أنها هي حامل وخلاص استقر الحمل وكل شيء تمام يعني نحن دائما نفضل بعد الأربع شهور خمس شهور تقدر أن هذه المركز بدم الحبل السري وتطلع على المكان وطريقة التخزين وكيف المكان نحن نخزن وتقرر أن هل هي حابة أنها تتبرع بدم الحبل السري أو أنها تخزن دم الحبل السري ممتاز دكتورة فاطلا بس نذكر الناس الفترة الزمنية للحملة وشو البرامج اللي بتحتويها الحملة هذه طبعا من فترة الزمنية طبعا أطلاق هذه الحملة كانت في يوم 19 فبراير وبتغطي هذه الحملة طبعا لمدار السنة لنهاية السنة لديسمبر 2019 وطبعا هذه الفكرة مثل ما قلنا أن يكون لنا ورشات في أماكن مختلفة فنتنقل نحن جهات مختلفة فأولا الربع الأول بنغطي جهات حكومية مثل بلدية دبي شرطة دبي هيئة الكهرباء والماء هيئة الطلق والمواصلات هذه الربع الأول من السنة الربع الثاني والثالب بنركز على الأيادات الهلثة كلينك ونركز على مستشفى لطيفة ومستشفى دبي طبعا نستطيع أن نغطي أكبر عدد ممكن خلال السنة وما قلنا هي الورشة عبارة عن ورشة تقيفية يعني بنيبي ويانا مثل نحن نسميه البيبي مثل البيبي المستعار النار والحبل السري والمشيمة كيف أن طريقة تستحب آمنة لا فيها خوف نواجد الأم تسأل هل في ألم هل في خوف هل في خطورة على البيبي فنحن نبراويهم يعني أن لا هو في ألم ولا في خطورة عبارة عن أبرة تدخل في الحبل السري بعد ولادة الطفل يعني الطفل ينفصل يعني وينولد صحيح والنرسة اهتم فيه يعني وهي هو قبل خروج المشيمة نحن نسحب الدم المتواجد في الحبل السري اللي يعبر عن طريق المشيمة ونجمع هذا الدم خلال يعني خمس دقايق ثم دقايق العملية بسيطة جدا لأنها لا ألم للأم ولا للطفل وطبعا يتم بعث هذا الدم للمركز وتتم فصل الخلايا الجدعية وتخزينها لمدة ثلاثين سنة في مركز الحبل السري ممتاز دكتورة فضلا نعرف الناس بشكل عام عن خدمات المركز وأنواع المتبرعين بدم الحبل السري طبعا خدمات المركز نحن عندنا الأم ممكن مثل ما قلنا أنها تبرع بدم الحبل السري لإفادة الآخرين أو أنها تخزن دم الحبل السري طبعا في حالة احتياج الأم للعينة طبعا هي بتكون مخزنة عندنا ثلاثين سنة متى محتاجتها الأم للزراعة طبعا نحن نشحن العينة على حساب المركز لأي دولة الأم تبا تزرع فيها نحن ما عندنا مركز زراعة في الإمارات فإذا مثلا هي قارورة أنها تزرع في بريطانيا طبعا نشحن نحن طبعا العينة لبريطانيا في الوقت الذي نتفق فيه مع المركز الزراعة الذي لم تشحن العينة فهذه من الخدمة الجدد المميزة تقدمها المركز للأمهات طبعا تخزين لمدة ثلاثين سنة وفي دبي نفسها يعني هناك بعض المراكز للحبل السري يخزنون دم الحبل السري لكن ما يخزنونه في الإمارات نحن الوحيدين الذين نخزن دم الحبل السري في الإمارات وفي مركز دبي دم الحبل السري جميل دكتورة فاطمة طبعا تخزين دم الحبل السري ليس من المسألة البسيطة خصوصا لثلاثين سنة فلو نتكلم شيء عن الإمكانيات الموجودة في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث اللي تشجع السالفة أن الدم يتخزن لمدة ثلاثين سنة طبعا أكيد هذا يحتاج أن يكون عندنا أجهزة بآخر التقنيات نقدر نخزن دم الحبل السري وبعد يكون فيه دايما تشيك ومنتنانس على الأجهزة الموجودة فمن الأجهزة اللي عدنا اللي هو أجهزة تفصل خلايا الجذعية نحن نحن نطلع دم المشيمة ما نخزن دم المشيمة مثل ما هو نصر الخلايا الجذعية بطريقة يعني نحافظ أن ما يكون فيه لا التلوث ولا أي شيء للعينة ففي جهاز اسمه سيباكس اللي هو طبعا ننصر فيه خلايا الجذعية ونخزنها لمدة ثلاثين سنة طبعا قبل ما نشحن العينة عدنا جهاز يبحث التطابق النسيجي وهذا طبعا جدا مهم لأنه ممكن تكون الأم تستخدم العينة لكن ما فيه تطابق نسيجي بين المريض والمتبرع فطبعا نحن عدنا آخر تقنيات لفحص التطابق النسيجي وهي لأول اسمها جهاز السيكونسين ماشين طبعا هي الأولى على مستوى الإمارات في المركز دبيدة من الحبل السري اللي طبعا تعطينا فحص السيكونس للجين كامل ويقولنا إذا فيه تطابق نسيجي بين المريض والمتبرع بدم الحبل السري الحمد لله يعني الإمارات يعني مركز دبيدة من الحبل السري المتميز في الإمارات عند أحدث الأجهزة اللي نقدر نخدم فيه كثير من الناس المحتاجين تخزين الخلايا الجذعية وعلاجها في الخارج ممتاز دكتورة فاطمة النقطة الأخيرة شو هي استخدامات دم الحبل السري والخلايا الجذعية التي تأخذونها وتتخزن عندكم طبعا استخدامات دم الحبل السري طبعا هي عبارة عن خلايا بنوية تحل محل الخلايا المتضررة وتنتج خلايا جديدة دم الحبل السري يعالج أكثر من ثمانين مرض منها أمراض الدم يعني كل الأمراض التي يعالجها حاليا هي أمراض الدم مثل ثلاثيميا عدنا اللوكيميا استكلف الأنيميا اللي هي الأنيميا المنجلية الأمراض المناعية كلها هي أي شيء مرتبط بمرض الدم ممكن يعالج دم الحبل السري طبعا حاليا نحن عالجنا 19 حالة ومنها ثلاثيميا ولكيميا والأنيميا المنجلية والحمد لله يعني حالات كثيرة عندنا ناجحة وما أطلقنا حملة ريس 19 قصة نجاح شاركنا الناس بقصة نجاح لطفلة أم مهرة اللي هي طبعا كان عمرها ثلاث سنوات تعاني مرة فلسيمية والحمد لله قدرنا بفضل رب العالمين أن نشحن هذه العينة وتمل زراعة العينة لطفلة مهرة من أخوها اللي كان نخزن دم الحبل سري عندها وتعالجت طبعا مهرة الآن عمرها عشر سنوات وشرفتنا في يوم الإطلاق الحملة وتكلمت عن قصة نجاحة في زراعة الخلايا الزفعية ممتاز يعطيكم ألف عافية الدكتورة فاطمة هاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث كلينيكي أول بمركز دبيل دم الحب السلوى والأبحاث شاكل لكم جهودكم هذه كلها وهي دعوة مننا في صحة وسعادة للأمهات اللي خطط أنها تحمل أن تتواصل معاكم وتعاف طريقة التبرع أو طريقة التخزين وفايدة في النهاية لها والعيالها الباجلة لا سمح الله إذا حد احتاج أي شيء أي مرض كان عنده ممكن يستفيد من الخلايا الجدعية لفرد من أفراد الأسرة المخزن خلايا الجدعية ودم الحبل السري شاكل لش السادة فاطمة هذه المداخلة واتمنات إن شاء الله النهار سعيد إحنا وصلنا إلى الفاصل رح نطلع إن شاء الله فاصل الحين بعد الفاصل رح نتكلم عن نظام جميل قدمته هيئة الصحة بدبي في منصة الهيئة خلال شهر الابتكار فقوّل تذهبوا بعيدا ورجعناكم عشان نكمل بقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة هذا برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نوردبي أرقام التواصل على 600-55-1414 تواصلوا معاي عن طريق الهاتف عندكم موضوع طبي ممكن نقول استشارة طبية عندكم حالة حابين تسألون عنها نحن موجودين باقي مرنامج تقريبا نص ساعة فنلحق نغطي لكم الأسئلة اللي أنتو حابينها بتكلم اليوم عن موضوع مهم يخص النساء وهو أهمية الكشف مبكر عن سرطان الثدي ما تحب حتى للميون العيادة ما تحب لما دكتورة تقول لها هل فحصتي تعني في حصلتش الثدي ونشوف يعني من الفحص الدوري لسرطان الثدي في كثير من النساء تحس الموضوع يكون مزعج تخاف لما تسمع كلمة سرطان لكن مهم جدا المسألة اللي أنا قاعد أتكلم عنها اليوم هو أهمية وجود الوعي أنا أتكلم عن الوعي بأهمية الكشف المبكر عزيزة المرأة كونك أن أنت تخافين من مصطلح سرطان خصوصا لما نسمع أن السرطان الثدي يفتك في حيات كثير من النساء للأسف حول العالم مع أنه أحد السرطانات اللي ممكن الكشف المبكر عنها وإن شاء الله إذا تم الكشف المبكر أكثر من 80% من الحالات ممكن يتم فيها العلاج وتعيشين بعدين حياتك الطبيعية أنا كطبيبة وكأمرأة أفهم لما الحرمة تقول لها مصطلح سرطان الثدي شو يبالها؟ يبالها استقصال الثدي يبالها الإشعاع يبالها فقدان شعارها لكن هذه في المراحل المتقدمة للناس إلا ما فحصت مبكرا للناس إلا ما تم الكشف عندها مبكرا عن المرض في كثير من حالات مرت علينا في بداية المرض تم استقصال الورم وحتى في بعضهم ما كان يحتاج إشعاع ما كان يحتاج كيماوي وحتى لو كان بعض الجرعات الكيماوي والإشعاع احتاجتهم حسب الحاجة وبعد هذا حتى في بعضهم الناس ما عرفت أصلا كان عندها سرطان الثدي فوجود وعيج أنت كأمرأة بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي من عمره الأربعين تفحصين الثدي في العيادة كل سنتين ثلاث سوات بجهاز الماموغرام وأيضا لما نقول المرأة سوي الماموغرام في كثير من النساء ما تحب تجرب الجهاز تقول لك والله أختي سوات قالت وايد مؤلم وايد ممريح ربيعتي سوات تقول والله مرتحت على الجهاز الحين أجهزة الحديثة وايد 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 آمنة وايد الألم اللي كان مصاحب لاتخدام جهزة الماموغرام في السابق صارت وايد أقل فهذه رسالة لكل امرأة اليوم تسمعني لازم تكشفيه مبكرا عن سرطان الثدي وإحنا حين في قطاع الرعاية العيادات اللي فيها جهاز الماموغرام صارت أكثر وحتى نعطي من غير مواعيد نقول الحق الحرمة تعالي وسوي الماموغرام لهذه الدرجة قاعدين زيد على هذه الأيام اللي نقدم فيها خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عشان المرأة تستطيع أنه وكما تبا انهتيه وتسوي هذا الكشف أنا أنصح كل امرأة خايفة من جهاز الماموغرام نفسه خايفة من الإشعاع في كثير من النساء تقول لك والله الماموغرام روح عبارة عن إشعاع تعرض معين للإشعاع لكن النسبة التي تتعرضي لها من الإشعاع مرة كل سنتين يعني نسبة التي تصابين بالسرطان من الإشعاع اللي ياه من جهاز الماموغرام يعني ما يساوي ما ييم إذا سمح الله كان عندك أصلا سرطان فالنسبة الإشعاع مم كبيرة أنا قدر كثير من النساء تخاف من هذا الموضوع لكن يعني مثلا ما نقول يعني لا تحطوا في بالكم هالك هالشي إنه لو سويت احتمال إني سرطان من إشعاع الماموغرام هذا الكلام غير صحيح فأنا أنصح كل امرأة إذا الطبيبة قالت لك سيري تساوي الماموغرام ببساطة اطلبين لكوا تشوفين الجهاز سيري تشوفي الجهاز تشوفي شكله خلي جربونك الجهاز تشوفي جقايا الوضع جقايا الشكله اسئلي عن أمان التعرض للإشعاع المصاحب للجهاز وأرد أشدد حتى بناتنا نوعي بناتنا على أهمية الكشف مبكر عن السرطانات المرتبطة بالنساء لأن الأسف مثل ما قلت لكم هو أكثر السرطانات فتكا بالنساء حول العالم فإحنا يعني ما نبدأ الناس تكتشف في مراحل متأخرة وبعد هذا ممكن تكون فرص النجام مننا أقل مثل كاشف مبكر هو الأساس دائما وأبدا فمثل ما قلت لكم إحنا عاداتنا فيها جهاز الماموغرام موجودة سيروا وشوفوا الجهاز هذا بالنسبة لسرطان الثدي هناك سرطان في عندنا المداخل في فقرة تغذوية عشان ما أأخرها على الهوى إن شاء الله بناخذ علمات تغذية لين يجزل الاتصال أوكي لين يجزل الاتصال مع فقرة تغذية نتكلم النساء اليوم فقرة بس للنساء بمن يوم أربعة والجو جميل فنعطي رسالتنا اليوم كل النساء أوش أنا كلمت لكم عن سرطان الثدي بعدين عن سرطان عنق الرحم في كثير من النساء للأسف ما عندها علم ما هو سرطان عنق الرحم وليش يتم الكشف عنه واللي تقول والله مو لازم ومو ضروري وما حدي ما سمعت بالسرطان من قبل وما حدي يموت منه وغير هالكلام لأن للأسف معنا صح سرطان الثدي هو أكثر فتكا وأكثر شهرة لكن أيضا سرطان عنق الرحم موجود لكن مثل ما يقول النساء ما عندها خبرة فيه أو ممكن ما تحسن هو شيء جدا جدا مهم لكن هناك مسح عنق الرحم وأنا أدري بعد كثير من النساء تحسن هذا الفحص غير مريح وتنحرج وتسوي وتقول مو لازم نسوي لكن فحص مسحة عنق الرحم أحد الفحوصات الأساسية اللي لازم الحرمة تسويها عشان تكشف مبكرا عن وجود سرطان عنق الرحم أو الفيروس المسبب لا ترى سرطان عنق الرحم يسبب فيروس فيروس معين HPV فيروس رقم 16 وال18 إذا أصابت في المرأة يسوي تغييرات في خلايا عنق الرحم ممكن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان فأنا متأكد هذه المعلومات كل أمرأة تزور الإعادة أتوقع 80% من الطبيبات يخبرون المريضة عن أهمية هذا الشيء أن تسوي مسحة عنق الرحم أن تسوي فحص مبكرا لكن اللي أنا إذا علني أن في كثير من نساء ترفض تسوي في بعضهم يقول لك لا والله ردفح صغير مريح أنا ما عندي حد في العائلة دائما نسمع ما عندي حد في العائلة عنده سرطان إحنا عائلة الحمد لله ما فيها سرطان أنا إنسان أنا إنسان صحية أنا إنسان رياضية أو مثلا أنا أفضل ما أعرف في بعض النساء يقول أنا أفضل ما أعرف أنا شوف شو فيه إذا في شيء ألاكات بنا بعدين بعدين بنشوف هل من المصطلحات التي توصلنا في العيادات ونشوف المرضى يتكلمون عنها لكن عدم وجود تاريخ مرضي للسرطان في العائلة لا يعني أن أنت لا يمكن أن تصاب به كونك إنسان صحية وتمارسين الرياضة ونمط الحياة الصحية لا يعني أن لا يمكن أن تصاب بالسرطان عامل وراثي طبعا أساسي خصوصا سرطان تدي يمشي في العائلة عامل الوزن الزايد وعدم مارسة الرياضة وعدم امتزام الأكل الصحي عامل لكن أريد أقول هي مجرد عوامل لكن هناك أسباب أخرى السرطان لم يتم اكتشافها ممكن يكون عندك الجين المصاح بالسرطان ممكن عندك الفيروس ممكن يساب بالسرطان فنباء الناس يكون عندها هذا الوعي بأهمية الكشف مبكر فإذا الطبيب قالت لك افحصي فقومي بالفحص وأريد الفحص ممكن كل شهر أو كل شهرين يتكرر بشكل سنوي عشان نحافظ على الصحة وتعيشين عمرا مديدا تشوفين عيالك وعيال عيالك أنا عشان مات أخها على الفقرة التغذوية معانا أخصائي التغذية لمية مصطفوي بتكلمنا عن فوائد الجرانولا واضحا كلنا نحب الجرانولا وأنا أول وحدة يا صباح الورد يا لمية صباح النور هل حيبتيش أخبركم الحمد لله بخير الله يسلم قليني على الجرانولا نعم أولا أولا أتوح لكم ما هو الجرانولا الجرانولا هي وجبة غذائية خفيفة ومفينة سعرة التحضير تتميز بأمها وانخفاضها بالسعرات الحرارية ما يجعلها وجبة مثالية خصوصا حق الفطور ما هي الجرانولا الجرانولا هي عبارة عن رقائق شوفان تضاف إليها مجموعة من مواد غذائية المختلفة مثل نضيف عليها مثل الزبيب المشمش والفواقل المجففة البيريس البلو بيري البلاك بيري الناس يحبونها مع الروز بيري الأنواع التوت المختلفة الملونة نحصلها نعم بالإضافة إلى المكسرات اللوز الجوز البندق وإضافة إلى هذا فيه ناس يحطون عليها عسل أو ناس يحطون عليها الزبادي الغروب نزيل شو هي حقائق القران الله هي أصلا ترجع لأنها ويد غنية بالبيتامينات والمعادل والمواد الغذائية بما في ذلك الألياف الغذائية والصوديوم البوتاسيوم الزينك الفوسفرس الماغنيزيوم الكالسيوم بيتامين إي بيتامين سي الحديد وويد أشياء نزيل شو هي فوائدها فوائدها اللي هي سهلة الهضم ليش لأنه يساعد على الجهاز الهضمي على الهضم لأن القران الله يحتوي على ألياف القابلة للذوبة وغير الذوبان شو يعني ألياف قابلة للذوبان وغير الذوبان الألياف الغذائية هي جزء من عادات الأكل أي سخ لأنه يستم بالهضم الغذائي شو هي الألياف القابلة للذوبان هي أمر زيت لتخفيف أعراض المساك الألياف القابلة للذوبان هي أن تصاحب حتى البراز يرخو وتقلل حدوث الإسهال هذا أول فائدة ثاني فائدة هي فقدان الوزن وعيد الناس يستخدمونها عشان فقدان الوزن ليش؟ لأنها تحتوي على نسبة منخفضها من الكولسترول للصوديوم وكلها هما نهالة اثنين وراء السمن المزمن اللي عنا إحنا في كلها نهر إلي الألياف وليش؟ لأنه أيضا فيها ألياف القرانولة يجعل الجسم يشعر بالشبه فيه هرمون يفرز الجسم يجعل الجسم يشعر بالجوع فالقرانولة فيها ألياف تخلي الجسم ممتلئة أفهم عليه؟ نعم هذا الشيء الثاني الشيء الثالث تخفض من نسبة الكولسترول في الدم إن الألياف القرانولة للذوبات هي وسيلة معروفة لتقليل الكولسترول الضار الLDL وتعزيز انتشار الكولسترول نعم الشيء الرابع زيادة الطاقة يعطي جسمنا طاقة صح؟ إحنا ويد أشياءنا كنت نقول في طاقة بس هي أكثر هتكون سكريات بس هذه مش بس سكريات هذه فيها معادة فيها فيتامينات تخلي جسمنا فيها طاقة لفترة أطول ممتاز أوكي أزيد وبعدين هي وقاية من السرطان هناك ناس يقولوا كيف هي وقاية من السرطان لأن القرانولة يحتوي على مستويات منخفضة من البيتامين سي وهو البيتامين سي اللي فيه أحدى مضادات الأكسيدة الطبيعية التي تعزل جهاز المناعة عموماً ويحبس خلايا الدم البيضاء ويمنع منع السرطان من انتشار جميل بعدين الوقاية سبب من أسباب أحنا نقول أنها وايد مفيدة اللي هي الوقاية من فقر الدم كيف؟ لأن مثل ما قلت لكم فيها وايد فيتامينات فحديد فيها واحدة من هالفيتامينات اللي احنا المعادن اللي احنا تناسبنا في جسمنا وجزء أساس من بداء خلايا الدم الحمراء فقر الدم يمكن أن يؤدي إلى التعب الصداع تعطيل المعرفة الاكتئاب والطرابات المعروفة ممتاز هذه هي الأشياء اللي فيها فوائدها في القراريلا طبعاً أوضح أخر شيء ما باللت أوضح الأبحاث الأمريكية أن تناول القراريلا يساعد على خفض ضغط الدم وزيالة المشاط وتحسين نوع الجلد بناء أعظام أقوى وإدارة مرضى سكري وتحفيز أنسجة دديدة والنمو الهرمونية ومتع بناء السرطان كما أنه يحتوي على بيتامينات ومعادن من المواد الغذائية الضرورية ممتاز بس آخر شيء أقول لك يا الغالية في ناس يقولوني كيف نسويها طريقة نسويها أو شيء جهزة صحنت فيها مكسرات أو حبوب ثم أضيفي إليه كوباً من الشوفان أو الشوفان هذا بعدين اختاري صنطك المفضل من الفاكهة مثل ما قلنا التوت ولا الزبيب ولا الجواك اللي بتحبين أنت وزيدي وزيدي إليه شوية زبدة 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 حطة إليه زبدة أو بضبطة يأكلونها عسل طبعاً أكثر الناس يأكلونها الصبح عشان تكون تشبعها طول وقت الدوام خاصة يمكن تناولها مع الحليب أو مع الزبادي جميل شكراً لتش أمر حد شكراً لتش أخصائي التغذية لمية مصطفى فاية الصحب تبي هالمعلومات الجميلة عن الجرانولا ما شاء الله تشفنا فيها فوائد أكثر من مجرد أن وجبة صحية خفيفة ونحن نأخذها كأسناك فما شاء الله تطلعت فوائد ويدة وشكراً لتش هالمداخلة الجميلة لمية ونهارج سعيد حياة المبكر والاستجابة لأمراض السارية اللي يسمونها إيوارس صح؟ كوغنوتيف إيوارس كوغنوتيف إيوارس يعرض حالياً في منصة الهيئة خلال شهر الابتكاء اشرح لنا شو هذا النظام؟ دكتورة النظام هي شبكة متكاملة طبعاً معانا عدة شركاء هم بلدية دبي ومطارات دبي ومؤسسة الموانا والجمارك والمنطقة الحرة هذه الشبكة عبارة عن مركز محاكا يعمل بالذكاء الاصطناعي يربط كل الأنظمة اللي موجودة مع هيئة الصحة والجهات المشاركة بالذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر والتنبأ في حالة حدوث أي خطر لتعرض الإمارة لأمراض معدية سواء من حركة الطيران من المسافرين أو من الحيوانات أو من النباتات فهذا النظام يعطينا الأنذار ويعطينا الحلول للاستجابة لهذه الأمراض ممتاز في خاصية الذكاء الاصطناعي في هذا النظام فخبريني عن كيف تم استغلال الذكاء الاصطناعي هو نحن الذكاء الاصطناعي هذا نحن اللي بنبنيه نحن اللي بنسوي التعلم الآلي لهذا الشبكة نحن بنربط الأنظمة وبنربط فيها بعد أنظمة ثانية اللي هي أنظمة منظمة الدول منظمة الصحة العالمية الميديا السوشال ميديا فنحن بنسوي بروحنا بنبنيه مع الشركات التقنية اللي بتعمل معنا في هذا المشروع وبنبني هذا النظام ممتاز شو المخرجات نتوقعين من هالنظام يعني شو بتكون فاديتها مثلا تقليل نسبة الإصابة أو تدخل مبكر شو بتكون مخرجات هالنظام هون مخرجات دكتورة أول شيء أننا نحن نقلل أو نحد من حدوث الأمراض المعدية خصوصا أن ما شاء الله إمارة دبي فيها حركة المسافرين كبيرة في إمارة دبي نقلل ونحد وتكون الاستجابة سريعة فنحن يعني إذا عندنا مثلا قولي مرض في دولة معينة الذكاء الاصطناعي أو هذا النظام بيقولنا مثلا نسبة الخطورة لإمارة دبي مثلا خمسين بالمئة نعم فتعطينا خطة الاستجابة تكون الإمارة مستعدة من جميع المنافذ لمواجهة الخطر هذا في حالة حدوثه أو قبل ما يوصل حتى ممتاز وطبعا فيها تقليل لتكاليف نفقات الرعاية الصحية من ناحية الفاكسين وهالأمور المتعلقة بالإمارة وبعد أن نحض من تفشي المرض ممتاز جميل مايبس تذكرينهم وين بيكون معروض هذا النظام كوغنيتف إيوارس في منصف حيات الصحة وين مكانها والتاريخ نحن موجودين الآن طبعا من تاريخ 22 موجودين في سيتي ووك اللين تاريخ 28 مقابل سينما روكسي مقابل سينما روكسي فاللي يروح هناك منصة هيئة الصحة يقدر يتعرف على هذا النظام نظام كوغنيتف إيوارس الخاص بالإنذار المبكر والاتجابة للأمراض السارية طبعا شكرا لتشيا مي الدوسري مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة هالمداخلة ونهارة سايد شكرا حيبتي طبعا ما شاء الله الهيئة قاعد تقفز قفزات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوكسي وغيرها من أجل الكشف المبكر من أجل تصدي للأمراض وطبعا دائما الهدف دائما هو الوقاية الآن حتى منظمة الصحة العالمية تشدد على الوقاية وليس العلاج إذا وصلنا للعلاج بمعنى الأساليب الصحية غير كافية لأنه لو أنا وقيت من المرض لو أنا استثمرت في الوقاية من الأمراض فأنا أوفر ملايين في نظام الصحي لأنه دائما كل فترة إلاج أكثر من الوقاية ودائما نحن دائما في برنامج صحة وسعادة نركز على موضوع الوقاية عشان شيء دائما نركز على اتباع نمط الحياة الصحية نحن وصلنا إلى نهاية برنامج صحة وسعادة لليوم شكرا لكم وجودكم معانا على مدى ساعة على الهواء شكرا لك عيسى السبيل وجودك معانا اليوم في الأخراج وميرا اللي خليفة في التنسيق وهذه محدثتكم دكتوران دا الملة إن شاء الله إلى أن ألقاكم أنا بلقاكم إن شاء الله أسبوع للياي غدا رح تكون إن شاء الله زميلتي عايشة البسطة موجودة فإلى أن ألقاكم أنا إن شاء الله أسبوع للياي أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي